ناخد خبر أيضا من جريدة الوطن بيقول عاجل أو حبس المتهم في حادث معد الأورام 15 يوم على زمة التحقيقات قررت نيابة أمن الدولة العليا قبل قليل حبس الأرهابي حسام عادل المتهم في قضية انفجار سيارة مفخخة أمام معد الأورام خلال أسابيع الماضية لمدة 15 يوم على زمة التحقيقات التي تبشرها النيابة في الحادث الولد اللي فجر نفسه عند معهد الأورام طالع إن معهد كان بيساعده وسهله طبعا هي خلية وسهله التنصيق وإن هو يقابل أهله قبل ما يروح يموت نفسه فإسمه حسام عادل وده تم قبل تعال شئ في حالة فجر كده يعني أنا مش عارف الناس دي العقول بتاعتها وصل حد فين إنما خلينا نقول إن أخبار زيادية يعني أرجو إنها تبقى باستمرار موجودة على وسائل الأعلام ووسائل التواصل لأن ده إلى حد ما بيخلي الناس تحس إن في حالة قصاص وإن الدولة منتبهة ويريت باقية الأضايا المتعلقة بالإرهاب يتم التصرف فيها سريعا بقى عشان نخلص من الحاجات اللي أعداننا ديت وعملنا تقلت إلى أو على الألبية صحيح أنا بس فقرت خلص الوقت خلص لكن كمان عايزة أنعي من الشرطة اللي تأتى للحقيقة وهو بيؤدي مهمته وهو بيؤدي عمله في منطقة الزمالك فيعني خالص العزاء لأسره 30 ثانية هاولهم بس أو 20 ثانية يعني أنا شايف أن الحادث ده مؤشر خطر يعني أنه لما الشرطة أو القانون أو موسل القانون يتم قتله أو زبحه في الشارع من أي كان سوى الولد اللي عمل كده مريد نفسي سيبك من كلمة أنا مش مع مريد نفسي أو غير ما مش هاد القضية القضية أنه احنا عندنا مصر مليانة علماء اجتماع ومليانة الناس لازم تدرس الظاهر اللي بتحصل ده الوقت اللي انديه مؤشر خطر يعني مش معنى أنه نشكلة برضه يا سيد محمد أن الشاب اللي عمل كده هو فعلا مريد نفسه تم إثبات أنه هو مريد نفسي يعني قدمه أهله الحاجات دي وعلى فكرة والده توفى لما عارف النوع لكن فكرة أنت تحبس مريد نفسي في البيت عندك عشان الناس ما تقولش وده ابنهم مستشفى المجانين ها هي دي برضه ها هي دي القضية بقى اللي أنا أصدق أقول عليها أن احنا عندنا حاجات بقينا نخشى أو نتكسف أن احنا نعلن عنها وعلى ما قال اجتماع قاعدين قدامهم ظاهر خطر جدا 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 عن المجتمع أنا ما يهمنيش أن أنا أبني كل يوم دولة بمدينة ولا أن أنا أعمل صاروخ قد ما أقدر أحافظ على الإنسان لأن الإنسان لو خرج عن السياق تبقى الدنيا ملهاش أي معنى صحيح أنا بشكرك جدا سوز محمد يوسف الكاتب الصحفي نورتنا ومتعتنا كالعادة شكرا جزينا شكرا شكرا ولسا معيكم نخرج الفاصل وباكر أن يارب تسمعوا صوتي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة